مرحبا حضراتكم مرة تانية حدثنا دلوقتي عن حدث كان هام جدا وكان محط أنظار من العالم ككل هو المؤتمر العالمي العقادته الحكومة بالأمس وكان فيه تفاصيل كتيرة من خطة الدولة خلال المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة وكيف ستتعامل مع الأزمات التي تواجه العالم ككل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قال أن فيه قرارات بتيسر إجراءات إصدار الترخيص الصناعية وأنه كمان هيتم إصدار الترخيص خلال حد أقصى 20 يوم 20 يوم هنقدر اللي احنا نطلع الترخيص ده ده غير أنه كمان هيتم إنشاء واحدة لسرعة حل مشكلات المستثمرين الواحدة دي هتكون تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير يا بشمانس صباح النور أهلا وسهلا يعني في البداية كنائب رئيس اتحاد مستثمري مصر وأيضا رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إزاي تباعة القرارات اللي تم إعلانها بالأمس بخصوص الاستثمار تحديدا في المؤتمر الصحفي العالمي طبعاً إحنا ساعدنا أن نمرة واحد فيه مصرحة ومكشفة للوضع الوضع على مستوى العالم كله في منتهى الصعوبة صحيح وبيزداد صعوبة وما حدش يقدر يحدد النهاردة بكرة في إيه وبناءً عليه كونك الناس تبقى مدركة هذا الكلام ده في حد ذاته خطوة إيجابية مش هتفضل على طول تقول لا إحنا زي الفل إحنا كويسين إحنا جزء من العالم فيما العالم بيتأثر إنت هتأثر المصرحة والمكشفة دي أول جزء إحنا تمنينا أنه يحصل والحمد لله حصل خلاص الجزء الآخر جزء شورت تيرم يعني على المدى القصير وجزء على المدى الطويل المدى القصير اللي إنت فيه النهاردة إنت لازم تبدأ تبص لنمط استهلاكك لازم تبدأ تبص لأسلوب حياتك لازم تبدأ تبص للاكتفاق بتاعك لأن عدم اكتفاقك ده هيعرضك لمشاكل حالية ومستقبلية الله أعلم إيه اللي ممكن تنسيك وهي نقطة مهمة جدا حياتك بتذكرها دي فكرة ترشيد الاستهلاك ده لازم العالم كله دلوقتي يمكن إحنا شفنا ألمانيا ومن بعدها بريطانيا وغيرها من الدول بدأت اللي هي تلزم المواطن بمسلا زجاجة زيت واحدة في بعض الدول الأوروبية مفاش دي ايه أصلا أنا ليه احنا فيه حاجة اسمها المجلس الاستشار الرئاسي فليه صديق اللي هو الدكتور هاني عازر كان معايا أول مبارح بنتكلم في نفس القضية دي وصلت لدرجة إن ألمانيا وأوروبا عموما بدأوا يبصوا دلوقتي الشتاء القادم اللي هو لسه بعد الصيف هل التدفئة هتبقى إزاي هل هتبقى التدفئة بالطريق التقليدية الغاز بدأوا يفكروا في طرق أخرى لأنه يعمل طبعا دلوقتي عندنا مشكلة الطاقة بسبب الأزمة الروسية لأوكرانية شيء طبيعي فإذن اللي عايز أقوله العالم كله بدأ يفكر بطريقة مختلفة يفكر إزاي كف نفسه طيب بتتكلم دولة أو بتتكلم على مصر اللي هي فوق الخمسين في المئة من احتياجاتك أنت بتستوردها فنمرأ واحد لازم تعملها خاصة الحاجة اللي ممكن بكرة الصبح تعملها اللي هي قليلة التكنولوجيا يعني معنا كده يسهل تعلمها يسهل إنتاجها بسرعة تكلفتها بسيطة فلازم تبدأ تعمل الكلام ده الكلام ده كان لازم تبدأ تعمله من قبل كده بس خلاص ماشي ابدأ يعمله النهاردة ما ينفعش أن 50-60% من اللي حوالينا مستورد طيب خلي نروح لحزمة الإجراءات والقرارات الاقتصادية الاستثمارية في المقام الأول اللي بتخص الصناعة حضرتكم بقى تحديداً في الاتحاد استقبلتوا هذه القرارات إزاي؟ لا إحنا طبق ببصة أقولك حاجة أي قرار أو توجه في ناحية أنك تشجع الصناعة الصناعة تحديداً ده بيسعدنا جداً ويسعدنا أكتر سرعة تنفيذ هذا القرار هي ده اللي هو النهاردة ويمكن ده ديفشمونز للترجم في الوحدة القاصة بحل مشاكل المستثمرين تابع للإشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولي أعتقد أنه كان في حاجة مستة لهذه الوحدة 100% بس أكمل لحضرتك بقى الوحدة دي لو لم يمثل فيها زاوي الشأن اللي هو الكاستمر نبس الزبون بقى اللي ديهم في الشغلانة زي ما بيقول اللي ديهم في الشغلانة يبقى برضو هتبقى وحدة ماشي هتعجل 100% بس مش هتعجل المشكلة الحقيقية يعني النهاردة نحن عندنا حد أقصى 20 يوم تقريباً لحل المشكلة بالظبط كده ما هي المشكلة الحقيقية؟ ما هي الوحدة خاصة بإصدار الترخيصات لا لا المشكلة الدولة عايزة تصنع إيه؟ انت عايز تعمل إيه؟ البصلة بتاعتك هل تعمل إحلال الوردات؟ ده اتجاه هل تصنع خماتك؟ وده شيء خد بالك توطين الصناعة يعني المشروع القومي السيد الرئيسي يعني مهتم خماتك دي أزمة الكورونا والأزمة اللي حصلت بعد كده أثبتت للعالم كله إن اللي ما يملكش خماته مش هاملك قراره بالتأكيد يعني إذا النهاردة خماتك دي على فكرة بتشمل أكلك دي خامة بتعملها دقيق ولا زيت ولا وتفرد خلاص؟ خماتك دي بتشمل الورق اللي حضرك بتكتب عليها خماتك دي بتشمل البلاستيك اللي بتصنع منه حاكتك الرو إذن النهاردة العالم كله بدأ يتغير الدنيا بتتغير وتتغير بسرعة ما حدش قادر يواكبها أنت لازم النهاردة يبقى عندك خطة استراتيجية في خلال كم سنة أن الخماتك تبقى بتاعتك سواء تعمل الخمات بديلة من الطبيعة اللي عندك كل الكلام ده 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 هل يعمل إحلال الوردات؟ يعني يجي يشوف كده إيه اللي بنستورده ويعمل زيه؟ طيب المحرش ده موجود بالفعل من خلال جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة وخطة دراسة الجدوى اللي بتقدم للمستثمر الصغير أو أصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة بالمجان كمان يعني بقوله لا المحافظة دي هي محافظة ذات خصائص معينة فهذا المشروع أفضل علشان هتقدر تسوقه بالشكل الفلاني كمان قد يكون طبعا قعدنا نقول إن كل حاجة موجودة خلاص لو كنا بنقول كل حاجة موجودة ما كناش عملنا المؤتمر ما كانتش فتح تدولة براعيها كمان للقطاع الخاص يبقى إذا النهاردة في حاجاتش موجودة صح؟ إحنا بنتكلم جاتنا عن اللي مش موجود ما هو أنت في حاجات موجودة طبعا ما فيش جدال يعني وفي حاجات ناصر صحيح وده الشيء الطبيعي اللي احنا دورنا النهاردة إنه نقول الله يناقص واحد اتنين ثلاثة خدت بالك ده مش معناها إنه أنت بقاطعتش خطوات لا أنت قاطعت خطوات مية في المية خلاص بس كل ما بتقطع خطوة كل ما بتبص تشوف أنت مشيت في أنهي طريق وهل الطريق ده إيجابي أم سلبي؟ وإيه اللي نقصك فيه؟ فإحنا بنتكلم دلوقتي على اللي لازم يحصل إنك تحدد بدقة شديدة ما تحتاجه للتصنيع ولما تحدد إيه هو؟ نمرة واحد يتعمل إزاي؟ نمرة اتنين مين اللي هيشتريه نمرة ثلاثة؟ خدت بالحضراتكم وده بنتكلم على الأجزاء اللي هي قليلة التكنولوجيا يعني يسهل إنتاجها قليلة التكلفة يبقى ممكن على طول قليلة التدريب فهو ده اللي احنا بنفكر فيه الفترة دي اللي قاله دولة رئيس الوزراء عمل توجه مش مجرد للصناعة والمستثمر للجهاز التنفيذي بقى فهي إن يا جهاز يا تنفيذي ما هو لما رأس الجهاز التنفيذي بيتكلم فبيدي إشارات للجهاز التنفيذي اللي هو عنده طبق طبق بالزبط كده دي من وجهة نظرنا إن نمرة واحد المصارحة اللي تمت ده شيء طبعا إيجابي جدا نمرة اتنين الإشارات الواضحة إن احنا في احتياج ماس للصناعة طب هنا تمام كان فيه إشارة واضحة للقطع الخاص إن الدولة لا تزاحم القطع الخاص بالعكس دولة تدعم القطع الخاص وإسناد حوالي 65% من المشروعات للقطع الخاص يعني الرسالة دي صادها كان إيه؟ إيجابي جدا طبعا وهو النهاردة حصل إن فيه شائعات تمت أو مش شائعات يعني إيه؟ رؤية لبعض الناس إن لأ الدولة بتزاحم القطع الخاص خلاص؟ خليني اتفق إنه اهتمام الناس بما يحدث والحديث عن ما يحدث ودورنا إيه فيما يحدث ده شئ إيجابي ورد الدولة بمنتهى الوضوح أيضا شئ إيجابي جدا بصي المصارحة والمكاشفة في الأمور هو ده اللي يوصلك لنتيجة إيجابية هو ده اللي حصل فعلا خلاص؟ ودولة الوضوحة أنا ما أقلكيش على فكرة إن النهاردة مشاركة القطاع الخاصة 65% هيتم هيوصل 65% يعني هو مقر فعلا إن كان فيه جزء كبير الدولة وفسره بالضبط قال إن الفترة دي اللي فاتت خدي بالك الفترة اللي فاتت أنت كان عندك عمال 4 مليون رجعين من ليبيا وكم مليون رجعين من العراق لو الدولة ما دخلتش في مشروعات كبيرة تمتص هذه القوة بقى هي كان هيبقى عندك أزمة حقيقية فكان لازم يحصل كده هتزيد الهجرة بالمراكب اللي لأنها اختفت تماما خلاص صحيح كان هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا فكان لازم الدولة تخش بثقة لها في مشاريع القطاع الخاص مش هعملها القطاع الخاص مش هخوش يعمل طريق القطاع الخاص مش هخوش يعمل كهرباء الدولة كان لازم هي اللي تخش وتحرك هذا الوضع طب النهاردة البنية التحتية وضعها إيه؟ مثالية أنت عندك بنية تحتية قوية ولمدة 30 سنة قدام أنت عملتها خلاص الموضوع ما كانش فكرة كمان زي معينة هدير اللي أنا بدعم القطاع الخاص وبدعوه للمشاركة مع الدولة لأ ده فيه خطة الخطة دي هي خطة واضحة بنتكلم على 40 مليار بواقع 10 مليار كل سنة على مدى 4 سنوات يعني دولة فيه هنا بتكلم في فن التخطيط أنا ما حاجة طبعا كلام مزبوط كل حاجة بس هي النقطة دلوقتي أنت محتاج برضو زي ما بقولك توجه القطاع الخاص صحيح وفقا لإهتياجاتك وفقا لإهتياجات الدولة يعني ما ينفعش لحد النهاردة لأنه أنت جهاز تنفيذ للدولة أنت اللي عندك المعلومات برافو عليك المعلومة أعرف أنا ممكن أشتغل في إيه المعلومة خلاص ما ينفعش أنا حاجة أقولك النهاردة أنت عارف أنت بتستورد بحدود 5 مليون دولار فرش سنين خلاص المعلومة دي لسة معروفة أنت عندك ألف جزء أنت بتستورده يمكن تصنيعه بمنتهى البساطة وتعمل بإحلال واردات صحيح هذه المعلومة لسة معضحة إذن النهاردة أنا وصلت بالكلمة التي قلتها هي المعلومة التي الذي يصنع القرار والقرار الاستثماري تحديدا هي المعلومة صحيح معلومة يتعمل إيه ويتعمل إزاي ومين الزبون خدت بالك هو ده دخول بقى في التفصيلة يعني إحنا كستراتيجيك خد بالك أنه برضو أعلى دولة رئيس الوزراء طبعا دوره استراتيجيك بيدي توجه عام الجهاز التنفيذي المفروض بقى ياخد هذا التوجه ويترجمه لخطة عمل خدت بالك نقول والله آه قادي المعلومة هي اللي عايز يعمل كذا يعمل كذا يعملوا في الحتة الفلانية زي ما حقا قلت في الأول محافظة أو كل الكلام ده صح صحيح بس نمرة واحد لازم تحدد أنت عايز إيه ده شغل تنفيذي بقى على الأرض اعلانوا مشاركة القطاع الخاص في القرارات ده شيء أسلك صدورنا جميعا طبعا رسالة مطمئنة لجميع جدا مش حتى مشاركة القطاع الخاص في البروجيكت أو في المشروعات أو كلاما ده مشاركة القطاع الخاص في القرارات ليه؟ لأن مين الزبون في القرارات دي كلها صحيح طب هنا حضرتك قلت هو دي أهمية المشاركة في الوحدة تحديدا اللي قال عليها سيد رئيس الوزراء مع السادة المعنيين باللغة طيب عاوزين حايك تكلمنا بشمهندس على إيه هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إليها الدولة الآن ها قل لحضرتك جميع أدوات الزراعة أنت نهاردة تخيل أن أنت نهاردة الفاس اللي كنا بنعمله من خمسين ستين سنة في مصر تستورده كل أدوات المعمار أنا ما بستثنيش عن فترة من أول فرشة الدهان للمصمار الصغير أنت أصبحت راجل مستورد ليه؟ لأن الاستيراد أسهل التصنيع بكل تأكيد فأنت استسهلت النتيجة أنت فيها النهاردة كده أنت عندك في السابلاي تشين اللي هي التوردات العمومية على مستوى العالم فيها مشكلة فالمشكلة دي معناها إيه؟ معناها أن حضرتك حتى الحاجة اللي أنت كنت بتستوردها معك فلوسها مش هتعرف ممكن هتعرف كده؟ في مشكلة عالمية فسألت ليه الإمداد؟ بالضبط كده يبقى إذن لازم تبص وتفكر بقى أنا هتديك مثال ألمانيا هي قمة تكنولوجيا العالم صحيح خلاص هم اللي عملوا مكنة الماسك قبل كورونا باعوا مكينات الماسك للصين وقال لك مش هتعرف لازم خلاص يعني لما حصلت كورونا تنبهوا الحاجة بقى قال لك إحنا ألمانيا اللي هي بلد المرسيدس وبلد الدنيا دي كلها قال لك لو أنا ما عنديش مكنة الماسك اللي هي أبسط مكنة أنا لا أستحق كل وجود أنا بكلمك على دولة من أغنى دول العالم من أعلى دول العالم في التكنولوجيا بس جيه وقف على حتة لأنه معرفش يجيبها لما طالب من الصين يدهالو ما حصلت الأزمة ما حصلت الأزمة إذن النهاردة أنت من باب أولى أن تفكر في كده وهو ده التنبؤ بالأزمات وهو ده كان السبب بين المصارحة والمكشفة في المؤتمر طبعا لازم تفكر في كده لازم تفكر أن أنت فعلا في أزمة طب بشمانس نرجع للحزم الحوافز اللي صدرت في المؤتمر ينباه كان منها أنه إعفاء المصانع من 3 ل 5 سنين إعفاء ضريبي في المدن الجديدة مدن الجيل الرابع أعتقد أنه ده كان مسبب أزمة الناس كتير مسألات الضرائب على المصانع هذا لم يصدر بعد هذا قانون يتم دراسته اللي صدر والناس ما تعرفوش أن عندك إعفاء ضريبي 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بحد أقس 7 سنين ده موجود أنا كنت عضو مجلس دارة الهاء العام الاستثمار خلاص وتم صدور هذا القانون إحنا أصغنا هذا القانون وعملناه ونزلت اللاحة التنفيذية بتاعته من شهر أو لحاجة فيه أعفاء بس مش أعفاء هو محافظ ضريبي خدت بالك 30% يعني 30% من التكلفة الاستثمارية يعني حضرتك النهاردة لو رحت استثمارت مليون جنيه فيه 300 ألف جنيه من اللي أنت استثمارته ده مش هاخده منه بالذب رابعليك خدت بالك فيه فيه موجود بس زي ما أنت قلت في الأول المعلومة يعني هل تعلم أن هذا القانون بقاله كذا سنة وهو ده دور التنفيذيين يعني دور الشخص اللي بينفذ هذه الخطط وهذه الرؤى الخاصة بالدولة الموظف اللي موجود ممكن حياك قلت حياك قلت في الهيئة الهم العمل الاستثمار أغلبية الموظفين اللي موجودين فكرة وبرده مش حاوز يعني فيه ناس أفاضل وناس يعني لديه من المعلوم أكيد يعني القليل خلينا نقول القليل من اللي موجود ما بينبهش المستثمر أن عندك واحد اتنين تلاتة كحوزن موجودة تقدر أن أنت تستفيد بها وتستغلها عشان ترفع ربط المال بتاعك عارف ليه بقى لأن برضو رجع أقول أن إحنا تبنينا أن المستثمر ده ده راجل جاي يأخذ فلوث من البلد وبناء عليه أنا لأ ما ينفعش أساعده ما ينفعش أقوله ما فيش ضريبة برضو خطاب أو كلمة دولة رئيس الوزراء نبهت الجهاز التنفيذي خد بالك الراجل ده جاي علشان يحط فلوث في البلد آه هيكسر بمقروض صح فيش حد جاي أما مش جاي يخسر بالزبط كده جاي يحط وجاي يشتغل ساعده عشان ابنك يشتغل ساعده عشان أخوك يشتغل عشان العجلة تدوره عموما بالزبط كده أنا بقولك وجهة نظري إن هذا الكلمة دي إجمالا هي كلمة استراتيجيك كلمة استراتيجية فيها مكشفة فيها مصرحة فيها وضوح الفترة الجاية طب إيه اللي جاي بقى الجهاز التنفيذ يعمل على تطبيق طب مبدأيني بشوانش حضرتك متفائل بالحصل مبارح في المؤتمر بحالة المصرحة بحالة المكشفة بالقوانين اللي بيتم دراستها بمسألة الحديث عن القطاع الخاص والأسس اللي حتنظم العملية دي المرحلة اللي الجاية الحديث عن الوحدة الخاصة بحل مشاكل المستثمرين أنا طبعا سعيد جدا بها وهكون أكثر سعادة فعلية التنفيذ بالزبط إن لازم فعلا الكلام ده بقي تنفيذ خدت بالك إن لازم فعلا زوي الشأن يخشوا في الموضوع إنت عندك 50% من بلدك بتشتغلك تصد غير رسمي خلاص لازم الناس يتبيقى نواة وجود الاتحاد عندنا بيضم وده وده بيتم الشغل عليه مسألة ميكانة الفواتير وكلام ده علشان يتم حصر للاقصاد غير الرسمي ميكانة الفواتير للرسمي مهونة اللي غير رسمي دوت ما عندوش فطورة أصلا خدت بالك فالميكانة تمت للرسمي صح وما زلنا شغالين فيها إنما اللي غير الرسمي اللي إنتي مش شايفها بس عتخذ المبتدى الشغل فيه بقى لنا فترة كبيرة حصر الاقصاد غير الرسمي بس خد يبالك عارفة ده لو دخل عندك يعمل ايه؟ يزود لك النتج القومي الضعف عارفة ده معناها ايه؟ إن كل قروضك هتبقى أسهل وبفايدة قال صحيح متخيلة إن النهاردة لو مصر وده مهم جدا يا بشواندس النقطة دي تتضضح للناس علشان ما يبقاش إنه الغرض إنه الدولة بتضايق الخناق على حد أو على مشروع ما لا هو الموضوع بيعمل ضرر كبير جدا على الجهاز الإداري والتنفيذي في الدول النقطة برضو عارفة ده جاء ونقول دي ايه؟ الكلمة التي تتيتها في الأول المعلومة انت عايز القطاع اللي غير رسمي يخشي ليه؟ هل عايزوا عشان يدفع ضريبة؟ ولا عايزوا عشان تزود الناتج القومي قدام العالم كله فالمستثمر الأجنابي لما يلاقي إن الناتج القومي المصري ضيع في الرقم النهاردة سواء بقى تمانية تريليون ولا تسعة تريليون لا ده بقى سوق قوي سوق قوي يبقى أنا لما اجا استثمر هعرف بيها وأعرف اشترك لا بدي رسالة أمان وطمأنينة أيضا للمستثمر لأن أي لغة المال ولغة رؤوس الأموال تحديدا بتبحث عن أكثر الدول أمانة والاستقرار بالضبط كده الاخراج والتخرق بالضبط اللي عايز أقوله برضو المعلومة 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 هي دي اللي تخلي أي واحد يعمل قرار استثماري وأي شاب أنت محتاج أن هذا الناس تشتغل محتاج النهاردة بدل ما تدي فلوسك للصيني عشان يشتغل لا أدي فلوسك لابن بلدك عشان يشتغل هو دا الواقع فأنت محتاج كل هذا الكلام محتاج الجهاز التنفيذي فعليا إحنا على فكرة لما نقض نقول الجهاز التنفيذي جهاز التنفيذي دا مش معناها أن الجهاز التنفيذي يعني محتاجينه بأسرع من كده محتاجينه يدرك تدريب وتعهيل عارف لما سيد الرئيس لما يجي في أي مشروعة ويسأل الوقت دا يخدت دي يقول له مثلا سنة أو سنتين يقول له عايزة في سنة دي رسائل المفروض من الناس استوعبها أن الزمن لأننا بحيث دايما نحن بحيث دايما نحن محتاجيننا عوض اللي حصل قبل جهاز لتمن صحيح لقيمة بس يعني خلينا لا نختلف أن الحدث بالأمس هي نقطة انطلاق قوية نقطة انطلاق تحتاج لتضافر كل الجهود سواء كانت رجال أعمال سواء كانت تطاقص مستثمرين أجهزة الدولة ومؤسساتها للبناء والخروج من عنق الزجاجة المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة المتوسطة بنشر حيك فنم على وجودك معنا في صباح الخيار شكرا شكرا